اشتركوا في القناة لابراز اهم منجزات الوزارات وطريقة تعاملها مع المتغيرات المطلوبة تبلور محور التشريع والاداء الحكومي كركن اساسي في برنامج عمل الحكومة الذي تم خلاله استعراض عدة قوانين جديدة سنت من اجل ان تتماشى بكل سلاسة مع التطلعات الحكومية نحن كوزارة التربية والتعليم عندنا علاقة مستمرة سواء من حيث الاسلة التي توجه طلب رأي وزارة التربية والتعليم في اختراحات برقبة او القوانين المعروضة للمناقشة هناك العديد من التشعات التي تم طرحها في السلطة التشعية اضافة الى ما تم اصدارها من التشعات في الصيف الماضي مثل قانون الاسرة وكان هذا احد اهم القوانين التي اصدرته وكذلك العقوبات البديلة هناك قوانين متعلقة بتعديل قانون المرافعات لاستحداث ادارة الدعوة وكذلك تطبيق المحاضر الالكترونية في عمل القضاء وهو نوع من استخدام الوسائل الالكترونية في الاسراع في عملية التقاضي وكذلك التبليغ الالكتروني فهناك كثير من التشعات المتعلقة ليس فقط في هذه ولكن في ادارة الدعوة المدنية امام قضاء المدني هناك ايضا تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية تم تقديمها للحكومة وهي بسطة رافعها الى السلطة التشعير لنظر فيها تشريعات متلاحقة صدرت منذ قانون العمل في القطاع الاهلي ثم القانون رخمت الساطة على شتيت انظيم هيئة سوق العمل واخر هذه التشريعات هو تشريع العمل المرن في البحرين جميع هذه التشريعات الحقيقة وفرت مناخ استثماري جيد لمواجهة احتياجات رجال الاعمال والمستثمرين بيئة العمل في البحرين يعني توفر خدمات عديدة اولا كعمالة وافدة او كعمالة وطنية مدربة او كاستقرار في بيئة العمل لتكون بيئة جاذبة التنمية المستدامة التي تتطلع لها الحكومة تتطلب بيئة تشريعية مرنة لتحسين اداء الحكومة وتطويرها والتكيف مع ساعة العالم الجديدة المتسارعة والطمحة للارتقاء بجودة العمل في المؤسسات الحكومية نظرنا بعمق في التشريعات بعضها كان قديم طلب استحداث طلب تجديد وبعضها كان غير ملائم لان الوقت تغير والزمن تغير والاليات تغيرها قمنا بدراسة جذرية على بالاخص قانون الشركات وقانون السجل التجاري قمنا بتغير كبير ونشكر كل من ساعدنا في ذلك الوقت سواء من اجهزة الدولة او من السلطات التشريعية حققنا رقم قياسي في مشاريع القوانين ما تم الانتهاء منه في الدور الثالث من الفصل الرابع يوازي عمل دورين السابقين دور الاول والدور الثاني اللي قمنا بتدور الثالث يوازي عمل دورين السابقين هذا الامر الاول الامر الاخر بس ملاحظة تفيدنا وتفيد الجميع ان شاء الله بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة نحن متقدمون جدا على اقل شعر المستوى الاقليمي بمعنى ان ليس هناك دولة في الاقليم تقدم برنامج عملها بهذه الطريقة اليوم الحكومة وضعت في برنامج عمل الحكومة مسألة اصدار جملة من التشريعات التي تراعي جوانب الاستقرار الاسري او الاجتماعي للأسرة البحرينية فعلى سبيل المثال صدر قانون الحماية من العنف الاسري صدر قانون الاسرة صار في الزامية احالة المنازعات اليوم الاسرية لمكتب التوفيق الاسري وكان في تعديل قانون من اجل ذلك اليوم قضايا المحاكم الشرعية يطعن فيها في محكمة التمييز ولا اعتقد ان في مثل هذا البراكتس او هذا الاجراء في اي دولة جارة او في اي دولة عربية يمكن حتى عدة تشريعات مستحدثة افسحت المجال لخوض طريق جديد يتسم بالانفتاح وتقبل التغيرات الايجابية التي تصب في مصلحة الارتقاء بالعمل الحكومي ليتميز ويتفرد بانجازاته ومن اجل تمكين الفرد في كافة جوانبه الحياتية محور التشريع والاداء الحكومي اختتم فعالية هذا الملتقى باهداف وخطط جديدة تسهم في تحسين اداء الوزارات وتسهم ايضا في تحسين الاجراءات فيها بهدف خلق ديناميكية مستمرة للتطوير المستمر شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين